اشتركوا في القناة وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة خطوا شهادة المحراب يتواصل بين علي أمير المؤمنين وبين أتباعه من المؤمنين الطيبين وكما كان علي سلام الله عليه في شهادته فاتحا وفاضحا للزيف والكذب فإن شهادة أتباعه من المؤمنين الطيبين والركع السجود أيضا كانت فتحا وكانت فضحا للطائفيين والتكفيريين في هذا الزمان ومن المناسب حيث أن الاتصال قائم بين الشهادتين وقائم بين المنافع التي تحققت من هذه الشهادة الدامية التي اقتفت أثر إمامها وطريق سيدها فمن المناسب أن نتحدث عن هذا الموضوع لأنه من المواضيع الحاضرة التي لا تزال آثارها قائمة وربما تستمر أيضا إلى المستقبل التفجيرات التي حصلت في المنطقة واستهدفت واستهدفت مساجد العبادة مودية بعدد غير قليل من الشهداء الذين عرجت أرواحهم إلى عليين ومن حماة الصلاة الذين وقوا بأجسادهم الطيبة العدد الأكبر من المؤمنين هذه الأحداث تستدعي منا قليلا من التوقف للنظر فيما حصل على أثرها وفيما نتج من فوائدها وما الذي تحملنا من مسؤولية في حاضرنا ومستقبلنا العنوان الأصلي لهذه القضية ما جاء في كتاب الله عز وجل وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم المصلحة من المفسد ربما لو كان يعرض على الإنسان ما الذي كان سيحصل من حدث ينتهي إلى شهادة هؤلاء البررة لكان الموقف الطبيعي عند كل إنسان أن يرفضه وأن يستنكره وأن لا يقبل به لكن من يقول أن هذا كان شرا في نتائجه إن الله تعالى الذي يدبر الكون بحكمته ويجري الأحداث بعلمه فيما هو مصلحة الإنسان والإيمان يتبين من تقديره من تقديره هذا على الناس أنه كان خيرا وإن كان مؤلما كان حسنا وإن كان محزنا كان فيه الخير كله وإن كان فيه شدة المرارة لفقد هؤلاء ولحالة الخوف ولغير ذلك من النتائج لكن الله وحده هو الذي يعلم المصلحة للناس من المفسد ويعلم الحسن في نتائجه من غير الحسن دعونا أيها الأحبة نتعرض إلى بعض النقاط لنرى أن هذا هل كان خيرا أو كان شرا هلم لكي نتعرض إلى بعض العناوين العنوان الأول كشفت هذه التفجيرات التي حدثت في مساجد آمنة مطمئنة بناها أتباع أهل البيت قرشا قرشا وريالا ريالا من أموالهم اقتصدوا وجمعوا وأنفقوا لأنهم يعلمون أن في هذا كل الخير والثواب وأن تبني أو تشارك في مسجد فإنك تشارك في ثواب العابدين فيه إلى أن يزول وينهدم قاموهم ببناء مساجدهم أنفقوا من أموالهم التي لم تكن كثيرة ولكنها كانت بفعل كسبهم الحلال مباركة فكان أن بنيت هذه المساجد وبيوت الله عز وجل حدثت فيها تفجيرات في أثناء صلاة الجماعة في يوم الجمعة وبعضها في أثناء صلاة الجمعة لماذا لعل من نتائجها أن تقول للطائفيين الذين عملوا طول ما يقرب من نصف قرن من الزمان على إشاعة الكذب والإفتراء وبث المعلومات المضللة في أن شيعة أهل البيت عليهم السلام لا يهتمون بالصلاة ولا يحافظون على صلاة الجماعة ولا يقيمون الجمعة جاءت هذه الأحداث في يوم الجمعة في بيت الله عز وجل أثناء صلاة الجماعة والجمعة وفي بعضها في أيام صيام وفي حالة سجود لكي تقول لهؤلاء إنكم كذبة إنكم مفترون أيها العالم اشهدوا على افتراء هؤلاء وعلى كذب هؤلاء وإن طالت لحاهم إلا أنهم كذبة مفترون هاهم شيعة أهل البيت عليهم السلام يفجرون لا في عزاء ولا في حسينية كما ينقمون عليهم وإنما في أثناء الصلاة جماعة بل جمعة لكي يدخل هذا الخبر إلى كل بيت بيت في هذه الدنيا وينتشر العلم به أن هؤلاء اعتدي عليهم قتلوا استشهدوا في مثل هذه الحالة فمن أولى بالصلاة من أولى بالجماعة من أولى بالمسجد هذا الأمر كم كان يحتاج شيعة أهل البيت عليهم السلام من أموال ومن إعلام ومن كتب لكي يخبر الناس أن هؤلاء الذين كتبوا أمثال كتب وجاء دور المجوس قبل خمسة وثلاثين سنة ونشره بعضهم كما نقلت بعض المذكرات اطلبوا في النت مذكرات ترتبط بهذا الكتاب لكي تروا أن أحد هؤلاء أصحاب اللحاء دفع أموال لطباعة مئة ألف نسخة ليوزع هذا الكتاب الذي يقول فيه ضمن ما يقول أن الشيعة لا يهتمون بالصلاة ولا يعرفون الجماعة ولا يقيمون جمعة كم تستطيع أن تنشر من الكتب أمام هذه الأموال كم تستطيع أن تتحدث أمام هذه القنوات الفضائية أمام هذه الخطب أمام هؤلاء المتحدثين فجاءت هذه الشهادة الدامية كشهادة أمير المؤمنين عليه السلام في محراب صلاته في بيت من بيوت الله لكي تقول هذا افتراء وهذا كذب وهذا تزوير وكما حصل بعد شهادة أمير المؤمنين فيما نقله بعض المؤرخين أنه عندما وصل الخبر إلى الشام أن علي بن أبي طالب منافس معاوية ومعاوية عدوه قتل في مسجد الكوفة تساءل هؤلاء وماذا يصنع علي بن أبي طالب في مسجد الكوفة في الفجر يصلي صلاة الفجر هل كان علي بن أبي طالب يصلي فبطل ما صنعوا هذه الشهادة كذبت أجيالا من الإعلام المضلل والقنوات الفاسدة شهادة الإمام عليه السلام وشهادة هؤلاء وكم كان يحتاج شيعة أهل البيت من الأموال والجهود والكتب والخطب لكي يبرهنوا للناس أن هذا افتراء وكذب لم يكن باستطاعتهم أن يصنعوا هذا لا سيما وقد حرم هؤلاء قراءة كتب الشيعة وقد حرموا النظر إلى قنوات شيعة أهل البيت فجاء هذا الخبر بعد دقائق لكي يصل إلى كل بيت في كل العالم الإسلامي أتريدون خيرا أفضل من هذا يكشف الزيف الذي قام خمسين سنة من الزمان أو أكثر فإذا بهذه الشهادة الدامية تزيل كل هذا السواد والسخام والهراء والكذب والإفتراء هل هذا خير أو شر لا ريب أنه من أعظم الخيرات وعسى وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم هذا أول ما كشفته مثل هذه الشهادة الدامية أمر آخر كشفت كشفت هذه الشهادة التي حصلت شهادة المحراب شهادة في بيت الله في أماكن مختلفة في حالة من أفضل الحالات التي ينظر الله فيها إلى عباده حالة الصلاة وهي حالة الصلة بين العبد وبين خالقه كشفت بالإضافة إلى هذا الجانب جانب صلاة الجماعة وأريد أن أنبه إلى هذه النقطة وهي مهمة نحن شيعة أهل البيت عندما نتردد في الصلاة جماعة هنا أو هناك لأن عندنا قضية لأن عندنا قضية مهمة وهي عدالة إمام الجماعة العدالة والعادل عند شيعة أهل البيت أصل من الأصول التي لا يقارنها أصل أبدا يبدأ من العقيدة في الله أهم صفة من الصفات يذكرها شيعة أهل البيت من صفات الله هي ماذا صفة العدل نعلم أبناءنا من الصغر أن أصول الدين خمسة أحدها العدل الإلهي هذا في العقيدة ونشترط في السياسة أن يكون الحاكم حاكما عدلا وفي إمامة الجماعة أيضا نشترط أن يكون إمام الجماعة عادلا سواء كان شيعيا أو غير شيعيا لو كان شيعيا ونسبه متصل برسول الله ولكن بحسب الفرض جدلا لم يكن عادلا لا نصلي خلفه لقيمة العدل في منظومة أهل البيت عليهم السلام متى ما توفر الإمام العادل في صلاة الجماعة صلينا خلفه غيرنا لهم اجتهادهم صلي وراء طفل عمر عشر سنوات لأنه يعرف أن يقرأ القرآن هذا اختيارهم اختيارهم أن يروا أن المهم هي القراءة والتلفظ الحسن في مذهب أهل البيت إمامة الجماعة هذا الإمام يقودك في طريق الله إلى الجنة أنت عندما تركب سيارة تكسي لا بد أن تطمئن إلى هذا القائد السائق أنه عارف بالسياقة وأنه إنسان غير مجنون غير متهور ولذلك تركب معه وإلا لا تركب في مشوار عشر دقائق بالسيارة ما ظنك وأنت تسلم قيادك في صلاة هي صلة بالله وهي عمود الدين وهي إن قبلت قبل ما سواها تسلمها إلى إنسان غير عادل إلى إنسان يرتكب المحرمات فرضا هذا لا يقبله مذهب أهل البيت أبدا فمتى ما توفر هذا العادل صلي خلفه وها هي بحمد الله مساجدهم وأماكنهم مملوئة بصلوات الجماعة وبحسب الشروط بصلاة الجمعة تقام في كل مناطقهم ضمن دائرة الشروط الشرعية المطلوبة الأمر الآخر الذي كشفه هذا كشف أيضا مقدار مظلومية شيعة أهل البيت ومقدار التحريض الدائم عليهم من قبل هؤلاء الطائفيين خطابة وكتابة ومناهج دراسية وغير ذلك طوال هذه المدة ولم يتعرض أحد من هؤلاء المحرضين والمكفرين الذين يقولون بصريح القول هؤلاء كفر هؤلاء يجب إخراجهم هؤلاء ليس الإنسان معذورا إذا عاشرهم معاشرة صحيحة ومعاملة طيبة بل لابد أن يعاملهم بالسوء والعنف طيب طوال هذه المدة من الزمان ولم يكن أحد عندما تتحدث معه يتصور صحة هذا الأمر حتى إذا حدث هذا الحدث وحدث بعده حدث آخر وثالث وتهديد رأى الناس أن القضية ليست منفصلة وأن هناك تيارا بل شلالا من الفتاوى المكفرة والكلمات المحرضة وأن هذه هي المنبع لهذا التنفيذ ولهذا الفعل وكان شيعة أهل البيت عليهم السلام طوال هذه المدة يرفعون يرفعون كلامهم ويتحدثون ويطالبون بالسلم الأهلي والوحدة الاجتماعية والتواصل الوطني وغير ذلك ونعم ما يصنعون وهذا دأب أئمتهم صلوات الله عليهم فكم هي هذه الحالة من الروع التي يمتلكها هذا المنهج مع كل قتل يقتل فيه يقول تواصلوا مع كل ظلم يحصل على أتباعه يقول حتى صلوا وراءهم بالله عليكم أي أخلاقية يريد أن يربيها هذا المذهب في أتباعه وأي سمو نفسي أن تظلم ومع ذلك أنت الذي تمد يدك أن تكفر وأنت الذي تذهب أنت الذي تواصل أنت الذي تبادل هذه هي طريقة أهل البيت عليهم السلام كان لابد من هذا الحدث مع أننا لا نرحب به ولا بأمثاله ولا نرتضيه ولو كان بإمكاننا أن نستبق المقادير لمنعناه ولكن كشف هذا عن مظلومية أتباع أهل البيت عليهم السلام وعن تحريض الطائفيين ضدهم ومع ذلك المبادرة دائما اليوم وأمس وغدا فيما يرتبط بالسلامة الأهلية والاتحاد في الوطن والأخلاق الحسنة وكأنه هم الذين يفجرون حتى يذهبوا هنا وهناك وهم الذين يقع عليهم كل ذلك فهنيئا لهم هذه الأخلاقية هذه الحالة هذه الروعة هذا السمو أن يظلم الإنسان كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في رسالة إلى معاوية أرسلها لأن معاوية قد عيره بأنك كنت تأخذ امرأتك في جوف الليل وتذهب إلى بيوت المهاجرين تتحدث معهم طيب فقال له الإمام في رسالة وما على المسلم من غضاضة أن يكون مظلوما في دنياه سليما في دينه شي ضر هذا يكون مظلوم وليكون ظالم لأن هؤلاء هم أهل العدل العدل عدهم أصل أن يكونوا مظلومين خير من أن يكونوا ظالمين هذا أمر آخر كشف للعالم مظلومية شيعة أهل البيت ومقدار التحريض الموجود ضدهم حتى بعد الحدث إذا بعد الحدث صار أن عدد من المؤمنين وهذا في النقطة الثالثة نتحدث عنه كشف عن وجود هذه الطاقات الرائعة المؤمنة المتطوعة من أبناء البلاد من المؤمنين من أتباع أهل البيت عليهم السلام شمروا عن ساعد الجد لحماية هذا المجتمع من الاعتداءات بدأوا بتنظيم ذلك التشييع العظيم الذي لا نظير له في بلادنا بل في كل المنطقة ما يقارب من المليون كما ذكروا يقوم مجموعة من الشباب بتنظيمها تنظيما جيدا حسنا من مختلف الجهات طيب وينقض الأمر بهذه الطريقة حتى قال بعضهم وهو صحيح جدا قال لمسنا أثر المواكب الحسينية التي لم نكن نعرف أثرها في مثل هذا الأمر كان في كل بلد وفي كل منطقة من ينظمون الموكب الحسيني خمسين شخص ومئة شخص وأقل وأكثر عندما اجتمع هؤلاء وإذا بهم يستطيعون تنظيم حشد بشري وإدارة هذا الحشد البشري العظيم في يوم التشييع بهذا المقدار بهذا النحو الرائع وتعلمون وهذا ليس جديدا عليكم أن إدارة الحشود هي من أعقد الإدارات وتدرس في الجامعات وتعطى عليها الشهادة عندنا مثلا في موسم الحج حشد عظيم يحتاج إلى خبراء ومتخصصين ويحتاج إلى خريجين وترصد له مئات الملايين من الأموال وهنا حصل أن نظم جماعة من الشباب هذا الحشد المليوني من دون ميزانيات بتلك المقادير ومن دون خبرات بمعنى الشهادات وإنما ما هي ما اكتسبوه من خلال مواكب الحسين عليه السلام وليس هذا بآخر عطاء للحسين الموكب الذي يحييه شبابنا وأبناؤنا وإخواننا في المناطق المختلفة تحول إلى قدرة اجتماعية عظيمة وقوة تنظيمية كافية لإدارة مثل ذلك الأمر هنا تبين لنا وكشف لنا كيف أن هذه المواكب كانت مؤثرة ونافعة كشف لنا أن لدينا من الرجال في إيمانهم ونفسياتهم ما يستطيع معه الإنسان أن يقرنهم إلى الأعاظم من أصحاب الأئمة إن لم يفوقوهم صار عندنا الأب الذي فقد عددا من أبنائه يقول أحنا نتأس بالحسين ومثل ما قدم الحسين أبنائه وهم أطهر وأفضل منا ومن أبنائنا أحنا ما في مشكلة أن نقدم أبنائنا ولو أرادوا باقي الأبناء أيضا نحن مستعدون لذلك تبين لنا أن هذه المنابر الحسينية والمجالس الحسينية تصنع فعلا وتأثيرا تدريجيا تراكميا نحن لا نشعر به كنا ولكن في هذا الحدث ظهر هذا الأثر العظيم ظهر للناس أن هناك امرأة تفقد اثنين من أبنائها في وقت هو وقت متعة الأم بأبنائها وقد رأتهم قد بلغوا وتخرجوا وتزوج بعضهم وتنتظر الآخر هذا قمة سعادة المرأة هنا أن تنظر إلى أبنائها وإذا بها عندما يستشهدون تقول ليس حالنا بأحسن من حال زينب عشرات مئات آلاف المجالس التي حضرها هذا الرجل وتلك الأم وأنت وهو وذاك خلال فترة زمانه من عمره 12 سنة أو 10 سنوات إلى أن صار عمره 50 و 60 سنة الآن 40 سنة 50 سنة هو تحت منبر الحسين عليه السلام ويقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فإذا بهذا كل مجلس يصنع في أثر بدرجة واحدة درجة من مئة درجة المجلس الآخر يصنع به نصف درجة مع هذه المدة الطويلة وهذا تراكم الكبير وإذا به يتحول إلى هذا السمو وهذه الرفع وهذه الثقافة ثقافة أنه إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى كم سمعها وأراد أن يتمثلها فتمثلها فعلا عندما حصلت له لم نشهد أحدا مع فداحة الخطب وعظم المصيبة يتمرد على قضاء الله أو يرفض هذا الأمر أو ينهار جازعا وإنما كان هناك التجلد وكان هناك الصبر وكان هناك الاقتداء بأهل البيت عليه السلام تبين أن عندنا في مجتمعنا من يكون في هذا المستوى فإذا كشفت طاقات كشفت قدرات كشفت نفسيات كشفت أن مجتمعنا فيه صور رائعة جدا للغاية تستحق الاعتزاز والفخر والاقتداء وبدل ما نقول روحوا شوفوا فلان أو فلان في التاريخ نقدر نقول شوفوا هذه المر أو ذاك الرجل وهذه الأخت وذاك الإبن وعندنا شباب اللي هم ما عندهم مشاريع شهادة هذول الآن اللي يحرسون بيوت الله يحرسون المجالس والاجتماعات هذا كل واحد منهم هو مشروع شهادة يعلموا بذلك يعني ما رايح هناك حتى يتنزه وإنما يحتمل بنسبة من النسب أن يصير فد شيء وأنه بالتالي هو يذهب في هذا الركب ركب الشهداء والمضحين ومع ذلك يصرون على الذهاب وبعضهم يتنافسون ويتعاركون أنت البارحة كنت في هذا المكان ما يصير ليلتين خلي ليلة إلك وليلة إلي ما رايح أنت إلى حفلة ولا رايح إلى إعطاء أموال وإنما رايح إلى شيء من الممكن أن تكون فيه شهيدا فهنيئا لهم هذول أجرهم على الله أنقل إليكم وإليهم حديثا جميلا اللي يبين ثواب هؤلاء جماعة ذهبوا إلى الحج وبعدين رجعوا إلى المدينة مروا على الإمام الصادق عليه السلام واحد من هؤلاء قال يا أبا عبد الله أنا رحت مع هؤلاء الجماعة بس ما توفقت لأنهم بعد ما قضيت الأمور الواجبة كل ما أريد أروح زيارة بيت الله أصلي أتعبد هناك يقول لي لا أنت خليك مع متاعنا تحرس متاعنا أغراضنا ثيابنا كذا أمورنا لا تسرق لا تأخذ فأنا كنت أبقى فلما خلصنا الموسم ورجعت جدا تأسفت وتندمت أنا جاي إلى هالمكان غيري اللي طاف سبع مرات وعشر مرات عشر طوافات واللي صلى إلى ثلاثين أربعين ركعة في بيت الله الحرام كل ليلة يروح وأنا ما حصلت إلا مقدار الواجب فأجد في نفسي غصة فيها قال كنت تصنع ماذا قال كنت أحرس متاعهم أحفظ متاعهم قال فإن ثوابك يعدل ثوابهم مجتمعين كل واحد حصل ثواب لكن إنت لما أمنت ذهابهم كل واحد رايح وهو مطمئن وهادي وراسه فارغ حسب التعبير يتعبد عبادته وهو مرتاح ويطوف طوافه وهو مرتاح وبعد ليالي ليلة القدر يسوي أعماله وهو مرتاح أنت يا أيها الشاب اللي قاعد تحرس لتتصور نفسك ما حصلت شيء أنت عند الله قد أمنت الوضع لكل هؤلاء لكي يقوموا بالأعمال فأنت شريك في أعمالهم جميعا اللهم صلي على محمد وقالي محمد محمد مصلي على محمد وقالي محمد الله مصلي على محمد وقالي محمد كشفت هذه الأحداث أيضا عن انضباط المجتمع التابع لأهل البيت عليهم السلام ضمن أوامر مرجعياته الدينية وهذا أمر من الأمور المهمة عادة في المجتمعات العربية قضية الثار قائمة واحد يقتل من ديرتنا نقتل من ديرتهم من عشيرتنا نقتل من عشيرتهم من مذهبنا نقتل من مذهبهم هذا موجود في المجتمعات العربية فكيف إذا كان بذلك العدد الذي صار كبيرا ومن أماكن مختلفة كان يتوقع من قبل بعض من لا يعرفون هذا المجتمع أن ينزلق هذا المجتمع في قضية أخذ الثار والرد على هذا الاعتداء باعتداء آخر وتنشب المعركة لكن انضباط هذا المجتمع التابع لأهل البيت عليهم السلام والتزامه بأوامر مرجعيته الدينية وعلمائه الربانيين الذين هم أحرص على السلم الأهلي والاجتماعي في عموم بلاد المسلمين من كل شيء فلم يقبلوا حتى بمقدار كلمة تحريض مو رد مو مواجهة مو انتقام حتى قضايا التحريض اللفظي رفضوها وقد التزم بها أبناؤهم وأتباعهم ومقلدوهم ومن يأتم بهم ولذلك فوتت الفرصة على الأعداء أن ينزلق المجتمع إلى حرب داخلية وهذا من الأمور التي ينبغي النظر إليها بإكبار في هذا المجتمع مع أن لا ريب في نفوس أهل الشهداء وأقاربهم هناك حرق وهناك حسرة وهناك ألم وهناك شعور بأنه لا بد من فعل شيء ما إلا أنهم فوق ذلك هم ملتزمون بأوامر قياداتهم الدينية كشفت لنا هذه الأحداث أن مجتمعنا بحمد الله في هذه الجهة مجتمع منضبط بأوامر قياداته الدينية وهذا أمر يبشر بالخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم إلى نحورهم ويفعل الله ذلك يفعل الله ذلك كما عودتنا حكمته وقدرته أن هاي تاريخ المسلمين لو تشوف أيضا في فترات كان بحار من الدماء لكن انتهت كما تنتهي الطفيليات هذول أيضا ينتهون في يوم من الأيام ويصيرون ذكرات سيئة زنخة عندما يتذكرها الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وبالنسبة إلى أتباع أهل البيت الشهادة ليست شيئا جديدا ولا بدعا أدمن أتباع أهل البيت الشهادة صار عدهم إدمان إذا ما استشهد منهم أحد يقولون شطاير علينا أحنا وقال الإمام عليه السلام أمات تدري أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة أئمتهم كانوا شهداء وهم أيضا على أطراف خطاهم يسيرون وهذا إمامنا إمام الأئمة وأمير الإيمان علي سلام الله عليه إنما قضى في محراب صلاته وشهادته وهذه الليلة هي التي سيقضي في أواخرها الإمام ما قضى باكر الصبح وإنما في أواخر الليل قضى بأبي وأمي في مثل هذه الليلة شكد حزنك على أمير المؤمنين عليه السلام أقول لك شكد أنقل إلك حادثة ضرار ابن ضمرة الضبي حتى تعرف حزنك شكد هو مثل حزنه أيضا يقيني في ذلك ضرار ابن ضمرة دخل على معاوية ضرار من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام دخل على معاوية فقال له معاوية صف لي عليا معاوية يتصور أنه إذا الآن بيتكلم بيقول سووا فعلوا إلى آخر لا عم هذول معدا ذهب هذول إذا ابتعد عنهم الإمام كأنما ابتعد عنهم قلبهم فقال له أعفني من ذلك هذا تهيج علي أحزان قال لا أعفيك صفه لي فقال كان والله شديد القوى بعيد المدى يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحدته تتفجر الحكمة من جوانبه والعلم من نواحيه يعظم أهل الدين ويعطف على المساكين الله يساعد مساكين الكوفة الليلة وكنا لا نكاد نكلمه لهيبته وأشهد الله يا معاوية أني رأيته ذات ليلة وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو يتململ تململ السليم الملدوغ يقول الله السليم وهو يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول إليك عني يا دنيا أبي تعرضت أم إلي تشوقتي لقد طلقتك ثلاثا لا رجعت فيها فعيشك حقير وأمدك قصير ثم قال آه من قلة الزاد علي ابن أبي طالب يقول من قلة الزاد إحنا شحال ننقول علي ابن أبي طالب اللي نص الليل يصفر كبتيه باكيا لله يقول وحشة الطريق الطريق موحش يقول السفر ترى بعيد فآن وأمثال ماذا نقول وقد شغلنا ليلنا ونهارنا بما قد لا يلفع آه من قلة الزاد وبعد السفار ووحشة الطريق قال له معاوية يا ضرار كيف حزنك عليه هذا سؤال إليك وإش حزنك على أميرك وإمامك قال كيف حزنك عليه قال حزن أم ذبح وحيدها أم ما عدى إلا ولد واحد ويذبح في حجرها شلون حزنه قال حزن أم ذبح وحيدها في حجرها فلا ترقع عبرتها ولا تسكن رنتها يا أمير المؤمنين حزننا والله كحزن ضرار كلنا ننادي وإماما وعليا وسيدا هذا إذا ضرار هالشكل بعد مقتل أمير المؤمنين وإشلون حال الحسن وإشلون حال الحسين وإشلون حال باقي النساء كيف حزنهن وكيف عبراتهن أحطن به أوصاهن بوصاياه المعهودة والمعروفة إلى أن قالت له العقيلة زينب أبا يا أبا حدثني حديث أم أيمان قال الحديث كما حدثتك أم أيمان كأني بك وبباقي النساء سبايا على عجف المطايا في هذه البلاد فصبرا صبرا التفت إلى الحسن أما أنت يا حسن فكأني بك مسموم مقتول وأما أنت يا حسين فشهيد هذه الأمة تقتل غريبا عطشانا بعض أرباب الخبر قال أن زينب قالت له إذن من وكلت بي يا أبا فنادى أبا الفضل العباس ووضع يد زينب في يد أب الفضل هذه وديعة هذه وديعة عندك عندها عرق جبين الإمام التفتت إليه زينب ما لي أراك يتفصد جبينك عرقا قال لها بني إن المؤمن إذا حضره الموت عرق جبينه وهكذا عرق جبين الإمام وسكن أنينه مد يديه ورجليه غمض عينه فعضت روحه الطاهرة نادى المنادي وأبتاه ونحن ننادي وإماماه وعلياه والعيد مجبل والحزين زايد علي عين الدار المرتضى من خلي محل الأب في العيد لو جمع أولاده لبسهم لبسهم الزين على جاري العام رفرف عليهم بالهنى طير السعى يعمل هنى وتصير عيشتهم هني وإحنا أبونا قبول عيد بتسعة تي فارق وخلانا وصرنا بعد هيتا وفرحنا راحا يات وصار العيد بش بش باشر الناس معي دا وحن بعزين اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمننا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله كشف اللهم عنا السوء والبلاء وادفع الضر عنا والضراء كشف اللهم جميع المرضى لا سيما المرضى المنظورين واقضي حوائج المحتاجين لا سيما من أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر